السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في هذا الفيديو سوف نهدر لكم على الوافدين عن جدد الى كندا ماذا ما الوافدين عن جدد؟ هم بكل بساطة الناس اللي سوف يجيوا الى كندا لأول مرة بعض المرات يكونوا عندنا اصدقاء في كندا يسهلوا علينا الاندماج في البلد وبعد المرات كان العديد من الناس اللي ما عندهمش اصدقاء ما عندهمش معارف دونك الايام الاولى او الشهور الاولى كتكون شوية يعني صعبة الاخ هاد الفيديو غادي نهدر لكم على مجموعة من الجمعيات اللي كتتمنح مجموعة من تكوينات لهاد الناس هاد التكوينات يعني كاول مرحلة غا تساعدهم انهم يندمجوا في الوسط او المجتمع الكراضي وكتاني شي انهم غا تعطيهم واحد يعني يعني غا تعطيهم واحد غا يكون عندهم واحد المورد مالي اللي غا يساعدهم باش يعني يمولوا مجموعة من تكاليف او تعاونهم يعني مديا خصوصا في الاشهر الاولى خازكم تعرفوا ان اي واحد اي مهاجر يعني شخص كيجي الكندا بطريقة قانونية طبعا كانوا دروحنا دائما الناس اللي كيجيوا بهاد الطريقة وكيجيوا كمقيمين دائما في كندا كيكونوا موقعين واحد اتفاقية مع كيبك او مع كندا باش انهم يعني يجيبوا معهم المبلغ المادي اللي تكفيهم باش يعيشوا الثلاثة اشهر الاولى علاش لان هالثلاثة اشهر الاولى ما عندهمش حق في السيرونس ما عندهمش حق في الدعم المادي من الدولة الى اخره دونك هاد اه هادشي لاش جبت لكم هاد النوع من تكوينات باش على فا غادي تعلموا صنعه اتخدوش هذا وكذلك غادي يكون عندكم واحد المورد مادي في ثلاثة اشهر الاولى باش تعاونوا راسكم وباش يعني ماديا وكذلك هادشي كي عونكم باش تندمجوا في المجتمع يعني المجتمع الكندا هاد من جهة من جهة تانية فدائما فاش كتكونوك تقلبو على عمل في كندا دائما المشاغل الكندي كي يسولكم على البرمير غيفيرانس كيبكواز او كنديان هاد البرمير غيفيرانس كيبكواز او كنديان شنوك تاني يعني بحالي كيقولك واش دجا خدمتي في بلاسة اخرى هنا في كندا علاش باش يمشي يسول عليك يسول على السلوك ديالك على بزاف ديال حوائج على المرضو ديالك منيك تكون تجيتي كوافيد جديد ويالله بديتي في كندا طبعا ما عندكش هاد يعني ما عندك مني نجيب له هاد الشهادة باللي رك خدمتي بلاسة اخرى ولكن منيك تدير هاد النوع من تكوينات فاخر تكوين كيكون عندك ديبلام ويقدر انك تعطي يعني لغيفيرانس تعطي المعلومات ديال يعني المسؤول اللي دار ليك تكوين لأستد ديالك او اي شخص كيعني دليل انك ديجا درسي هاد التكوين يقدر يسول عليك وهاد شي كلك يسهل انك باش تلقى الخدمة فيما بعد فخليكم معايا انا الاستد ابتسام مستشارة الهجرة الكندية المعتمدة من مكتب الهجرة بسمة من كندا غادي نخلي لكم جميع نقتصم معاكم مجموعة من جمعيات العديد من يعني التكوينات في جميع المجالات فهذا فقط يعني جمعية الاولى فخليكم معنا الى كنتو كتشوفوا الاول مرة هاد الفيديو فشاركوا في القناة هاد القناة كتهتم بكل ما كي يتميز او عنده علاقة بالهجرة في كندا البرامج الهجرة والحياة في كندا وطبعا كل الامور النصائح اللي كتسهل انتي ماش ديركم في كندا بحكم ان انا كذلك كنت في يوم الايام مهاجرة في كندا يعني كجيت كوافدة كاول مرة وتا انا لقيت نفس الصعوبات اللي لقيتها فخليكم الى اخر الفيديو باش سافدوا شكرا موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى في فيديو جديد معايا انا السادة ابتسام من مكتب الهجرة بسما مستشارة وعضوة في المجلس تنظيمي المستشاري الهجرة بالكندا اليوم اه لقيت انه من المهم ان الفيديوهات اللي كنديرو اه من المهم اننا نحطو اه او نقلب لكم على جمعيات اه وعلى يعني بلايس اللي تقدرو انكم تلقاوا فيها الخدمة او تلقاوا فيها تكوينات مدفوعة الثمن باش انكم تعاونوا راسكم سيخطو في الايام الاولى او يعني فاش الانسان كيجي كوافج جديد الى كندا ما كيكونش عنده الدعم سيخطو الناس اللي ما كيكونش عنده معائلة في كندا او معارف في كندا الى اخره فهاد نوع من الجمعيات كي توفروا على مجموعة من تكوينات المدفوعة يعني هاد التكوينات اه يعني كاول مرحلة اه باش يكون عندكم واحد الدخل خصوصا في الثلاثة اشهر الاولى لان الثلاثة اشهر الاولى فاش كتجي والكندا ما كيكونش عندكم الحق انكم اه تاخدوا المساعدة ديال الدولة او ايشي يعني كتعولوا على راسكم مئة بالمئة من ناحية المصاريف من ناحية اه يعني الكرة من ناحية اه يعني جميع ومجمل المصاريف اللي غتكون عندكم دونك انا ارتقيت بما انني انا مريت من هاد المرحلة ارتقيت انني ندير لكم كل مرة يعني على الاقل مرة في الاسبوع نجيب لكم واحد الجمعية ونهضر لكم على الخدمات ديالها سيختوا الجمعيات اللي كيقدموا اه تكوينات في مجالات متعددة وهاد النوع ديال التكوينات كتكون مدفوعة التماني يعني كتخلصوا بساعة كتخلصوا يعني منها كتديروا تكوين منها كتعدكم انكم تندمجوا في الموحيط الكندي ومنها انكم كتاخدوا اول خبرة كنادية فاش كتنفع هاد الخبرة الكنادية ما تنسوش انه في كندا فاش كتمشوا ودفعوا سيرة داتية وكتكونوا يلا جيتوا الكندا لاي مشغل الكندي فكيبقي يسولكم واش ديجا اشتغلتوا في كندا علاش كيبقي يسولكم على ما يسمى بلا غيفيرانس لغيفيرانس دي تخباي يعني المكان اللي اشتغلتوا فيه قبل ما تجيول عنده دونك علاش لانا الاغلي بيد المشغلين كيبقي يسولوا عليكم يسولوا على السلوك ديالكم في الخدمة كي كان المرضوضية في العمل ديالكم كي كانت يعني في الخدمة اللي يعني في البوست اللي كنتوا ديجا فيه فاش كتجيو كتديرو هاد النوع ديال التكوينات فهادي تهيك تعتبر في حداتها واحد يعني واحد لغيفيرانس واحد الحاجة اللي يقدر مثلا اي مشغل يتصل بهاد مكان الجمعية ويسول عليكم كي كنتوا كي كان السلوك ديالكم كي كانت المرضوض ديالكم وطبعا لو مني كيتقال عليكم واحد الكلام طيب فتال مشغل الكندي كيتشجع انه باش يوضفكم داكور دونك اول جمعية غادي نحاول ندير سلسلة كل مرة نجيب لكم جمعية غا نقلب لكم على جمعية اللي كتوفر يعني تكوينات في مجال متعددة وتكوينات لمدفعة الثمن الاخ الجمعية الاولى هي الاسم ديالها بواء يغبان غادي تمشيو لسيت غادي تمشيو لجوجل وتكسبو بواء يغبان الاخ قبل ما ندخل في صلب الموضوع إلا كنتي كتشوف هاد القناة الاول مرة فهنا في هاد القناة كنتكلمو على الهجرة الكندا كنتكلمو على قوانين الهجرة بحكم القناة تابعة الى مكتب هجرة معتمد اللي هو مكتب الهجرة باسمة من موريال كندا كان هادروا كذلك كانتكلمو على الحياة في كندا وكذلك على غنعطي معلومات قيمة على اللي غاديت اللي غا تسهل الاندماج داخل المجتمع الكندي فمرحبا بكم حاولوا تشتركوا في القناة وحاولوا انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وانا معكم الاستادة تيسا مستشارة معتمدة لدى المجلس التنظيمي لمستشار الهجرة في كندا فمرحبا بكم ومرحبا بالجامع هاد الجامعية الاسم ديالها هو بواء يغبان وهاد الجامعية عندها العديد من تخصصات الاغ بنسبة الناس اللي الحرفيين اللي يعني عندهم علاقة بكل ما كيهتم بالنجارة كل ما كيهتم بخدبة الزبائن الى اخيرا غادي نشوفوا هاد النوعية يعني التكوينات اللي كتوفرها هاد الجامعية بالتفصيل الموميل بعد قليل قبل ما ندخلوا في التكوينات شنو كتوفركم هاد الجامعية اول شي يعني مدة التكوين هو 26 اسبوع 35 ساعة في الاسبوع وطبعا انا اتصلت بالجامعية باش نعرف مش حال ثمن يعني يعني الاجر ديالكم في الساعة هو 14.50 دولار كندي في الساعة وهاد الثمن يعني كبداية كاول مرة كتكونوا كوافدين لكندا فهو ثمن يعني مناسب باش انكم تعاونوا يعني في المصارف تاني مسألة شنو كتستفدوا من هاد التكوين انكم كتستفدوا كما قلت ثم قبلة واحد تجربة عملية تجربة عملية اه في كندا طبعا تاني مسألة انهم كوفروا لكم اه يعني واحد التكوين تقني اوكي كيكون تطبيقي بالدرجة الاولى والتكوين كيكون في اطار يعني اه مجموعات مجموعات كتتم بالتنمية الداتية وكذلك التنمية الاجتماعية اه الى اخره يعني كيكون كذلك تتبع كيكونوا ناس اللي عندهم كفاءات كيتبعوكم وكذلك اه كي يحاولوا انهم يعونوكم في البحث عن عمل عن عمل بمجرد ما انكم كتكملوا هاد التكوين هاد التكوين وكيف قوم تبعينكم حتى اربعة وعشرين شهر يعني منينك تكملوا التكوين ديالكم اه كحد اقصى اه عماين من بعد سنتين من بعد كيف قوم تبعينكم باش يشوفوكم واش اندمجو في اه يعني في مجال الشغل الاخ بالنسبة للتكوينات عندهم اربع انواع ديال المجالات اول مجال هو ايد ابنست او ما يسمى بمسائد نجار تاني مجال هو ايد في نساغ يعني كين نجار يعني كين واحد ما عارتش كيفش كم قلوب العربية ايد في نساغ استوغاتر دمابل يعني كين واحد الانسان لي كيكون مثلا نجار ومن بعد كين واحد الانسان لي كيحاول انه يشتغل على الفينيسيون باش يخرج هدك مثلا داك المبل او داك شير كيشتغل عليه تالت تكوين هو خدمات الزبانة او خدمات الاستقبال الناس كيكونوا في الاستقبال وهذا التكوين هذا لازم الانسان يكون عندهم اللغة الفرنسية والانجليزية كيتقنهم ضروري يعني وبالنسبة التكوين الرابع والاخير هو كل ما كيتعلق بمجال النظافة مجال النظافة وكذلك الناس اللي كيشتغلو في المعامل تمام يعني متنو يعني دا با كيفش اننا نقدرون تواصلوا مع هاد شركة فمنين كاتمشو لسيت كاتمشو لهاد البلاسة اللي فيها كونتاكتينو وكاتعمروا البيانات ديالكم يعني الاسم النسب خليوا دائما الامايل خليوا رقم التليفون شنو هو هدف الاتصال دونك هنا في هاد الحالة غادي تديرو امبروائي فرماتيون وكتاخدو حتى يعني الموعد اللي بغيتو تمام وكذلك كتخليوا واحد الرسالة مفصلة على شنو بغيتو كتشرحو فيها هدف الاتصال بهاد الجمعية ومن بعد ما تنساشو تضغطو على انوائي دونك نتمنع انكم السفتو هادي غير جمعية من ضيمن السيسيرات الجمعيات اللي غادي نخليها لكم دائما نوجدها لكم ونهضر لكم عليها فغانحاول ما امكان نقلب على مجموعة من الجمعيات اللي كتهم بزاف ديال الاختصاصات اختصاصات اللي كتهم بزاف ديال الاختصاصات اللي كتهم يعني النساء وكذلك كتهم بالدرجة الاولى الرجال باش كل واحد فيكم اللي كيقلب على شي تخصوصي القراصوفي دونك نتمنع انني كن فتتكم ولو يعني بشكل بسيط خليوا لي التعليقات ديالكم شنو شنو هما المجالات اللي كتبغيوا انني نهضر عليهم نقلب لكم عليهم الى اخره فكنتمنع انكم تكونوا استفتوا معنا الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة